اولياتي اليوم اجبت لكم الخدمات هذه الماجازات هذه عبارة على رغوة او لأونموس من الابوراتور نوفكس بير تأتي على هذه الشكل هذه الابوراتور نوفكس باري نجعلها لمدة 21 دقيقة عاد نوصلها هذا نستعمله كمنظف مزيل الماكياج ومقشر من الابوراتور نوفكس بير باري هذا صنع كيف تشوفو هنا صنع فرنسي من افضل المنتجات التي تستعملو غانية بلا فيتاميز سي كيف تشوفو هذا غير اشانتيا فيه 40 ميلي لتر القرعة اللي كتباع يكون 8000 فليب بغا فاغناسي هو 264 درهم والحجم دياله يكون 150 ميلي لتر تقريبا 4 ديال الاضعاف من هذه حاجة احد اخرى اللي بيت نقول على هذا البخودوي هذا وانا صراحة اجربته وعجبني نوعا ما انما عندي بعض التحفظ كيف تشوفو هنا هذا كاتي جيلو مبالج جيلو اسم ديال الابواطوار هنا اشيكون موس كي اعطينا الاكل من بعد ذلك نترى على هذه القادية 100% دوغيجين ناتورغي 100% من الاصل النباتي غني بالفيتامين سي هنا كتشوفو غير المكونات والمستخلاصات الطبيعية اللي كي يجو فيه دونك من اللي كنا نستعملو هدلاموس بحلاقة كنا نخليها 21 تانية من بعد كنا نوصلوه هذا كي قلت لكم كي اعطينا تنظيف ازالة ديال الماكياج وتقشير كنا نعرفو ان هدل الحواج اهم الحواج اللي ضروري تستعملو من البشرة خصوصا لبشرة تكون عادية مختلطة او لحتى دهنية لان الوصيل يبقى من اهم العناصر اللي كيساعدو على تجنب الالتهابات ديال البشرة التجنب الحبوب لان هون منك تدير شي مكياج او شي اكخون او شي كرام ديالليل او لأي حاجة تديرها على البشرة ديالك خاصة التحيد سينو غدي تصد المثام غدي الرؤوس سوداء غدي التهابات غدي تنوض الحبوب وغدير بزفت المشاكلية لبشرة البشرة ديالك تبقى خفيفة وتبقى منفسة او لا تبقى تتعرض الوكسيجين هكا البشرة تدخلي تدخلي لمعان تدخلي واحد الباريق تدخلي انه تجدد الافراز ديال الدهون ديالها وانه يكون مزيان لانه هي كتبقى تفرز الدهون سواء كانت البشرة ديالك اي نوع انت كتسدع لها بخدوية او لاب الكريمات او لها تدخلي دهون تحت الجلد حبوب تحت الجلد حبوب ملتهبة حبوب الكبار كانت قدرنا نستعمله هذا صباح عشية ضروري تستعمله في الصباح وفي العشية كاول خطوة الانسان كيف يفق اول حاجة يوصل مالبعد يجي من الخدمة يجي من القراية يجي من الدراسة يجي من الروتين دياله او لها كي يغسل ضروري اول حاجة اول حاجة ننظر على هذا الحامل والمرأة المرضى او لحاملة او لحاملة او لا اعرف كيف تستعمل هذا هو الحل لانه من اصل طبيعي من اصل بيوء ومن اصل نباتي هؤلاء تجيل هؤلاء تجيل حواجة يتميز بهم هذا والذي تجعلنا وعنما التمنجيل يكون مرتفع ايضا باللوزنك ما زال سنجيل هنا يجي من المكونات هنا لوزنك من افضل المكونات التي كان قدرنا استعمال البشرة التي تكون دهنية ويجعلنا ويحارب لنا الجراتيم التي تسبب لنا في الالتهابات الحبوب كما انه عبارة على مقشر يجعلنا تقشير على جوجة الجوية تقشير فيزيائي وتقشير كيميائي في مجموعة مستخلاصات النباتات مستخلاصات الأحماض التي يكونوا في فواكه او لا هدو دورهم وانهم يعطينا تقشير كيميائي كما ان هنا لردتوا لبال ترى المكونات لدينا مستخلاص لكي يعاوننا تقشير فيزيائي لا يوجد حبيبات او لا لا يوجد حبيبات او لا شيء انما يعطينا تقشير لخفيف لما ترى البشرة هذه اهم اهم هدو لا يوجد حبيبات البشرة او لا ترى البشرة او لا ترى البشرة او لا ترى البشرة في نفس الوقت ما ترى لا ترى لا ترى لا ترى لك كثيرا ايضا لا ترى خصوصا الصباح لانه مضادة الاكسادة مضادة لعلامات التقدم في السن وتعطينا اللمعان البشرة كما انها من المضادات علامات التقدم في السن وتحفز لنا الانتاج الكولاجين الكولاجين كمادة هي المسؤولة على الترابط الخلايا يجب ان البشرة تبينليس مع الوقت يبدأ الكولاجين نقاس فيتامين سي تحمل الكولاجين لأكثر فترة ممكنة الفيتامين سي اللي تستعمل هنا من اصل طبيعي لانه كما ترى هنا الفورمولة او 100% طبيعي او بيو او نباتي حاجة اخرى نقول على هذا البردوية هو ان الفيتامين سي اللي تستعمل فيه هي فيتامين سي اللي ستابل واحد الفيتامين سي اللي يبدل عليها هذا البردوية صراحة يجبني نوعا ما هذا البردوية اللي هو او نوف اكسبير بتلعليها بزاف التجاريب بزاف ديال الموجود باش تكون انها سطابل تكون انها مات تتكسدش بالزرباء وانها تبقى في البشرات تتوصل اللي موبتغة دياله وتأدي الدور دياله وتعطينا النتائج اللي بغينا الحموضة ديالها هي حموضة موازية لحموضة البشرات وانها تسببنا للتهابات للتشي حاجة وكاد ادي الدور ديالها على احسن وجه هاد لو بخود وعدات قدروا تلقاوه في الفارماسيه في الفارماسيه في الفارماسيه موجود فين ممشيتي كي بقى هادا هو شكل دياله بوض صراحة كي يجيني انا شكل اللي راقي وزوي ونوخها هادا كي قلت لكم مجرد اشانتين إذا اردتوا الابات قدروا ترقاوه كانت بين الطريقة ديال الاستعمال 20 سجند كان استعمالوا 20 ديال التانية 20 ديال التوانية كان ديره على البشراء من بعد كان نديروا واحد شوية ديال المغزين و كان فرقوا اتحيدوا كل مكياش و الخلايا الميتة كانت فيضع كل الخلايا القديمة لكي خللها ككالاسوسي Śيازون اللي كانت بين الخلايا اللي مت والبشراء الجديدة اللي طلعها انها تحيد وان هذا شيء يطلع بطريقة اللي سهلة. صراحة استعملتوا المدة قريبا هدي شي شهر. كان جاني مع واحد اللي بخدوي اخر شريته. وكون هكا ما نزعمش زع ما نشري لان التماني ديالونة وعنما هذا هو التحفظ الوحيد اللي قد لكم عندي علاد البخدوي هذا هو ان التماني ديالونة وعنما طالع مع ان الحجم ديال القرعة اللي كتبع في البرافامسية هو مية وخمسين متر. هو قريبا حجم اللي كبير واللي يقدر يدوم لك شهر حتى شهر ونصف بلحدة شي اشكال. انما هو شي استهل التماني ديالونة وهدي هدر اخرى. كي قلت لكم ما كنتش اصلا انا باغين شريه. ما كنتش باغين اخذوه. انما خديت واحد اللي بخدوي اخر. اللي في اون دوز اللي زوي. وانا ما زال هنديل عليه فيديو. ادك بوحده في لادو واحد لادوز اللي مع قلتش بالضبط وش خمسة وعشرين في المياه ديالله فيتامين سي. اون دوز اللي طالعه سطابل زوي. وانت هو ما زال كي قلت لكم هنديل عليه فيديو. واعط صراحة عجبني. هو النتيجة اللي كي يقول او للفعال اللي كي يقول ايه. كينا مضمونة ما كي نشفش خفيفة على البشرة. ممكن تستعملو اه في اي نوع ديال البشرة. ممكن تستعملو خصوصا للبشرة اللي كتكون دهنية بلتش اشكال كي اعطيك واحد الباريق واحد اللمعان. خصوصا اللي استعملتي من بعد. منورة هلا فيتامين سي اه اللي يا سيرون دياله. واحد تحفوض عالتان عندي هنا ايه هو انه ما عرفناش شحال ديالله فيتامين سي. اه شحال ديالله في فيتامين سي كان هنا يا هلا شتو المكونات مدينة اتشي حاجة بخصوص التركيز ديالله فيتامين سي. هدا من جهه. من جهه اخرى كان اه كان ضن انه صراحة انه لا دوز ديالاه قليلة لانه ولا ارددتوا لبيل. هنا الريحة جات قبل من فيتامين سي دونك تقدر تكون دوز ديال الريحة كثرة من فيتامين سي. ما عارش شو تشحال. ولكن. انا بخدوجه صراحة يعجبني. عاطاني لك شي لوا. فيه واحدة الرحة زيعم الصراحة زواونا. واحدة الرحة فخيش. ك تحمك خفيفة كنصحة بزاف الناس أنهم يأخذوه أنهم يستعملوا إلى وفقهم وكانت عندهم الاستطاعة أنهم يشري كنت معكم مالقناة جيلكم أو لا مالله شي نجيلكم والسلام عليكم